احنا بالوقت الحاضر اليوم لا نستطيع القول انه اوميكرون او هذه الادوية المنتجة حديثا راح تكون الرقصة الاخيرة للفيروس ام هي ولادة جديدة للفيروس نعم راح نكتشف هذا الشي نهاية شهر اثنين بداية شهر ثلاثة مع سلالة جديدة المتحورة لان هناك سلالة قادمة مية بالمية مية بالمية شهر اثنين او شهر ثلاثة ليش مية بالمية تم يكتشف عنها لو هذا توقع علمية احنا خبرتنا الماضية على مدى سنتيا مع الكوفيد نايتين عموما عزيزي نعم سرعة انتشار الفيروس سرعة انتشاره هو ديمومة اليه يستوطن طيب سرعة انتشاره هو تحور اليه من تسمح للفيروس انه ينتشر بهذا الشكل الواسع جدا ان يصيب الملايين من البشر يوميا معناه بالتأكيد من خلال خبرتنا الماضية راح يتحور احنا نتمنى انه التحور القادم يكون موازي الى اوميكرون او اخف منه اذا كان موازي الى اوميكرون او اخف منه فبالتالي احنا نمشي بالطريق الصحيح اما اذا اكتشفنا انه السلالة القادمة او متحور القادم يختلف بشكل من الاشكال معناه احنا بعد طريقنا طويل جدا بمناسبة الفرق العلمي بين اوميكرون ودلتا هو بشكل بسيط اذا سمحت لي في الدقيقة بيني لك فضل احنا بالكوفيد ناينتين طبعا الكوفيد ناينتين كورونا فيروس عبارة على اثنين فيروسات وليس فيروس واحد الكور الاساس الحامض النوي هو كورونا فيروس نعم اما الغشاء البروتين الخارجي او الاشواك هو فيروس يعود الى الخفاش البري الاحمر الهورس شوبات طيب اتحدن مع بعض وصار الكوفيد ناينتين 2019 من وهان زيب الكورونا فيروس عموما الحامض النوي لم يحدث عليه اي تغيير منذ اليوم الاول طيب اذا الفيروس نفسه طيب التغيير او التحورات ده صار على الغشاء البروتيني الخارجي وهنا نتحدث على الاشواك اشواك الفيروس بالتحديد طيب هذه الاشواك او الشوكة الواحدة هي عبارة عن ثلاث بروتينات ثلاث بروتينات ملتفة على بعضها وتنطينها شكل البروكلي او القرنابيط زيب رؤوس هذه الاشواك هي النقطة الاساسية التي تحدث عليها التحورات اللي تدخل خلية الانسان يساعد الفيروس اللي هي علاقة بالانتشار كل شيء اللي هو يخص الانتشار يخص المضاعفات شراسة الفيروس دخولها خلية الانسان وخروجها من خلية الانسان لأنه رؤوس الاشواك تحتوي على ثلاث مناطق المنطقة الاولى اللي هي تدخل خلية الانسان او الجزء العلوي او السطح سطح اشواك الفيروس تدخل خلية الانسان حدث عليها 15 طفرة طيب 15 طفرة اكو منطقة تشترق 15 طفرة تخص تخص سرعة الانتشار تخص مقاومة الاسام المضادة طيب عموما عموما جميع سلالات الكوفيد 19 في اسطح الفيروس او سطح الاشواك هناك منطقة تسمى بالسكس ايت ون الستة ثمانية واحد طيب هاي المنطقة لازم انتابعها احنا تابعناها بالماضي تابعناها بالاوميكرون وبالمستقبل اي سلالة الدلتا او الدلتا بلاس السابقة حدث في هذه المنطقة السكس ايت وان طفرة طيب هي البي سكس ايت وان ار الا وهي تخص شراسة الفيروس في دخوله رئة الانسان او مدرة الفيروس على القيام باعراج جانبية شديدة للانسان طيب وكذلك بالدلتا بلاس صارت هناك طفرة اخرى هي الالفور فايف تو ار بالنسبة لأوميكرون لم تحدث طفرة في هذه المنطقة ستة ثمانية واحد بهذا الشكل حدث الطفرة تخص سرعة الانتشار تسمى بالبي سيكس ايت وان هتش طيب فبالتالي نشوف سلالة الأوميكرون تصيب الجهاز العلوي التنفسي القصبات الهوائية ولا تصيب الرئة بشكل كبير جدا بعكس الدلتا لأن شراسة الفيروس صارت اضعف ولكن سرعة انتشار اوميكرون هي ثلاث اضعاف الى اربع اضعاف الدلتا